أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في قناة العلوم والتربية درس اليوم هو عن la fonction goprodictrice schilom أي وظيفة التوالد عند الرجل وهو درس الأولى باك آداب علوم إنسانية وهو الدرس الأول من دروس علوم الحياة والأرض لهذه السنة إذن من نسبة هذا الدرس فأنا قد نشرح فيه جميع يعني ما يخص هذا الدرس التوالد عند الرجل بشكل مختصر وثم نعطيكم مكونات اللي ممكن قد تلقوا يعني في الدرس لا من ناحية ديال المصطلحات والتعريف ديالها ثم من ناحية الشرح ديال كل مصطلح إذن أتمنىكم أنكم تبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر دياله وتستفدوا إن شاء الله وتمنى لكم التوفيق إذن غنبدو على بركة الله إذن كما عارفين أن la piberté اللي هي البلوغ أو سين البلوغ عند الرجل إذن كيبدأ ابتداء يعني من 12 سنة أو 13 سنة دول معدل إذن كي أبارتيع إلى اللي أ التنسلي إذن شنو كيكون عندي في هذا السن إذن شنو كيكون عندي فهدسين الإذن شنو كيكون عندي في هذا السن إذن ديال أباريجين تلمال أنترون ANCTIVITETE يعني كيكون عندي بداية عمل الجهاز التنسلي يجب أن يكون لدي تغيرات جسمانية على مستوى الأعضاء وكذلك على مستوى النفسية يجب أن يكون لدي تغيرات جسمانية على مستوى الوظيفة التوالد من بين المنفستات أو مضاهي البلوغ عند الرجل يجب أن يكون لدي تغيرات جسمانية يجب أن يكون لدي تغيرات جسمانية يجب أن تغيرات جسمانية على مستوى الأمسكولات أو تطور العدالة يوجد أن يكون لدي تستيقل يجب أن يكون لدي تغيرات جسمانية على مستوى الأمسكولات والثورة الغورة على الغورة على الغورة والعجل والأخير في الأرض المضيفيكات تغير سوت إذشكيات اشكيات تسوتيات تغير إرادية غير إرادية للمني خلال الليل وضهور الرغبة الجنسية كاراكتر سكسيول سوكوندر هذه الصفات جنسية تانوية لا يوجد في الطفل منذ البداية في سن البلوغ تسمى تانوية بالنسبة للجهاز التانسولي وكذلك ما يسمى بالغدود الملحقة تشكل ما يسمى بالجهاز التانسولي الأولي هذه صورة مقطعية للجهاز التانسولي هناك صورة أمامية و هناك صورة مقطع جانبي تشكل ما يسمى الناتومية هذا الخير هو الرغم ساقول الشهеждى المسابطة 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 في زيكول سيمنال غلون دوكوپخ 7 هدو كي تسمى لغلون دوكوپخ 7 أو ما يسمى بلغودة المولحقة هنشوفو الدور ديالها في ما سيأسي 8 سي لكانال دفيران أو ما يسمى بلقانال ناقلة 9 سي لبيديدام أو البربخ أو ما كان يعني تجمو الحيام المنوية 10 تستيكول الخيسيا donc 11 سيسكن 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 دوز دونك هدو فتحة بولي تانسولية سيسكن بالأورفيس إيروجينتال إيرو يعني بولية جينتال تانسولية تخص هو الدوز كله دونك لكي تسمى بريبوز ورا هنالجبلكم هذه هدوكو la هدوكو هي ما تابعش الجهاز تانسولي هي مكان تجموع البول ورا غلقان غلق نحاول نقسم هذا الأعضاء إلى سيُكن اللي هما اللي تستيكل بمعنى البروديكشن دي سمير ماتوزويد اي سيكريشن دي ستستيرون دور ديالها إنتاج الحيوانات المنوية وإفراز تستستيرون اللي هو الهرمون الدكاري الواجينيطال او المساركتانسولية كيني تلاتا البيديدين دور دياله استوكاج افاماتوراسيون دي سمير ماتوزويد يعني تخزين ونضج الحيوانات المنوية تاني يتقل الحيوانات المنوية يعني تنقل الحيوانات المنوية من البربخ الى الواجاتر او الاحليل اخيرا الاحليل ريالواجاتر ترنسفر ال arrangemene يعني نقل المنه الى الخارج هذينажуكم تعرف المنه فيما سياتي. دونك غلوند آنكس أو ما يسمى بالغودة الملحقة كي نتلاسة. فيزيوكي السيمينال. ليه حواي سيلات المنويتين وكي نجوج. سيكريسيون دالليكي تخونس بغيش وفريكتوز. دونك هو الفيزيوكي السيمينال. هي اللي كاتفرز ليه تولوتين ديال السائل المنوي. وهو تكون غاني بسكر الفريكتوز. اللي كيعطيني نشاط الحيوان المنوية وبقاوها يعني حيا إلى حين وصولها إلى البويضة. غلوند دوكوپر دكوغ دوك تحوا عند منو جوجه. سيكريسيون دا لكي فاصلت لأمينتراتي. افراز سائل يساهل يلاش. افراز سائل يساهل يلاش. بخوستات عندوحضا. سيكريسيون دا لكي دون لكولور لتزوسبر. يعني افراز سائل لانوديالو عبز كي عطي دك لو الحاليبي اللي المنوي. ثم أخيراً، او قاني دوكوپلاشون. أو العودو المسؤول عن التوالود. يسمى الاسبرم hay ملوكوكوه من أسائل الابياد ويعني عندو واحد لزوجة فورمي دا ميلانج دو لكيد سيمينال بروستاييك دو سپرماتوزويد دوو خاليت من سائل كي جيني سيمينال بمعنا من غلاند من الغلاند هاي الغلاند سيمينال لفزيكوز سيمينال يسيتون غلاند آنكس بروستاييك بروستاتيك من لبروستات دو سپرماتوزويد يعني والحيارات منوية غالبا تلقاف 1 ميليليتر دو سپرم ما يقارب 100-180 مليون حيوان منوية 1 ميليليتر فقط من السائل المنوي يحتوي على 140 مليون دو سپرماتوزويد دو كلي هو واحد لعدد هائل جدا من الحيوانات المنوية دو كي نعرفوا الدور ديال لتسيكل نقطع حد لكم مجموعة ديال المعطيات هاد المعطيات بوهمة جدا لأنها كتاتاو 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 في المسيحان دو كتاتاو 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 نوية 10 شارجة دو كتاتاو يعني سْعرسة لكم إذا كان يزيد بسطير وزرلا من الكرابات الخاصة يتنام وويد ورؤون سفا تالي وويد لي سيدابلس لها كانت صعوتي يتنام الصعود أيضا لذلك فترسي ولكن تكون صوت أكثر رقة إلي كانت تتعرض للإستعصال قبل البلوغ ثم تتطور مهم في العضلات قبل البلوغ ثم تتعرض للإستعصال قبل البلوغ تتعرض للإستعصال قبل البلوغ أكثر مهمة مهمة أنومالية سبب عدم نزول الخسيتين من داخل جويف البطن إلى الغشاء الخارجي يعني الغشاء اللي تكون في الخسيتين يعني كيكون هو فارغ ما تكون في تشي حاجة علاش لأن الخسيتين ما هبطوش وبقاو داخل جويف البطن وكور دولا في فتال يعني خلال نمو ديالو الجنيني في الوصفه кил 모르ا ما ي البطن المحل فقاو ديالو جدة الأشخاص بحاقيمين لأن الحرارة تمنع التطور والإنتاج للحيوانات المنوية لأن الحرارة الخارجية تتطور حيوانات المنوية تعرفة نفس الوقت وعند تتطور حيوانات المنوية سألوك لست أفضل هذه الأداف المقاربة مثل هذه الأشياء نحن نتحر هذه الأشياء السؤال البعضية هي الجهدية الأوجم السكتوري المسألس من الاستياء لتلك الأشياء السكتوري تراجع الصفات الجنسية التانوية يبدو أن الصفات الجنسية التانوية عن نمو الصفات الجنسية التانوية وذلك عن طريق إفراز هرمون تستوستيرون ثم أن هاد أشخاص كذلك هم عاقيمين بمعنى لا يستطيعون الإنجاب وبالتالي فإن الخصيتين هم المسؤولتان عن إنتاج الحيوانات المنوية وكذلك نقوم بإنتاج الحيوانات المنوية ووظيفة خارجية هي إنتاج الحيوانات المنوية نعطيكم تستيكول البنية الداخلية للخصية حيث سبع الصفات المنوية ومهما تستيكول لهذه لوبولات من سارة و ان يصدرون الثالثة الى فصائصات ايضا هذه الأمور خصوص يكون فيها تضيق الحيوانات المنوية و استكمالها اخانيا لنشاهدة اشتركوا الى الفصائصات عن قدف الحيوانات المنوية يمكن بشكل تسيكل يكون في 2200 إلى 300 حول العربية lançت prolات يتعوىب الصيسي ي restrictionل كل حول العربية من أمي حول عربية يمكن من أجل الانابيب من المياه يمكن أن يكون هذا العربية أمي الكبير يحتوي على العربية من أجل أجل ثم فقط من أجل وحول العربية مقارنة كوبتوستيكولاغ نغمال المقاعدة أفضل أحد لشخص خفير نسبة للمقطع الأول هناك تواجد الحيوانات منوية ضمن اليمير تقريبا تقريبا نظرة يظهر يجب أن نفهم الوصف و لا يوجد شيء لذلك يجب أن نفهم ما نفهمه؟ ما هو القومات؟ كل تيوب ينفر و ينفر و ينفر و ينفر كل تيوب ينفر و ينفر و ينفر و ينفر لدخل هذا الأنابيب يتكون الأنابيب يتتكون حيوانات المنوية الوصف و ينفر ينفكر الإساعدة مقته ينفر سوف نرى الضوار 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 مقسم الحيوان المناوي رسم تكون سامبل فيه بيانسور دانك روغادي انا شفنا الحامل منفو مقسم الى ثلاث اجزاء التات او ما يسمى بالرأس مكونا من الانوايو اللي هو الناوات ثم اكخوزوم داكو هنشوفو الدور ديالو اللي غنهدرو على الاخصاب سكونابل سنتخوزوم داكو ثم لابيس انترميديا او القطع المتوسطة اللي هي غانية بليميتوكندري او الميتوكندريات هو اللي يعطي التاقل هاد الفلاجيل باش يبدأ يدور ويعطي الموبيلتة هاد السبرماتوزويد ثم لابيس داكو اللي هو الديل داك سيتان فلاجيل داك سيتان موبرن بلازمي يعني عبارة ان غيشاء سيتو بلازمي بنسبال الانوايو داكو داكو سبرماتوزويد بنسبال النواات دي الحيوان المنوي فهو حادي السيغة السيبغية داكو عارفين السيغة السيبغية دي الانسان داكو سيتان داكو مراحل انتاج الحيوانات المنوية داكو مراحل التي تمر منها انتاج الحيوانات المنوية هنا مقطع هذا سيكون نورمال ما ترى في الدقيمات المنوية هنا مقطع على مستوى الأمم المنوي نلاحظوا في الجيدار هاد الدوائر فهي عبارة عن خلايا أصل الحيوانات المنوية اللي تمشي لليمياغ اليوتيوب و تجمع و يتمشي منقلها في تجاه البيديدام هنا هو رسم تخطيطي لها الجزء لك ماذا نلاحظوا سيكون نورم السبيرماتوغوني او الخلايا الأصل الحيوانات المنوية السبيرماتو سيت سيتم توقع السليل دوسيرتوري لكي يكون لاصقين في الحيوانات المنوية لأنهم تتعطوهم الغداء و يستخدموا كذلك النمو خلال البقاء ديالهم في تجاهل ثم عندهم السبيرماتوغوني لكي يتخدموا لكي يتخدموا و يتخدموا لكي يتخدموا سبيرماتوغوني و يتخدموا لكي يتخدموا لكي يتخدموا في المنجماتوغوني تتخدموا لكي يتخدموا لكي يقوموا لكي يتخدموا نحفظ على الخلايا لأصل الحيوانة المنوية بالتخلال ثم تعرض الانقسام الاختزالي لماذا انقسام الاختزالي؟ لأن هذه الخلايا الأولى تنائية الصغة السبغية لأن ضروري الحمل يجب أن يكون أحادي الصغة السبغية لأن البويضة كذلك هي أحادي الصغة السبغية نجمع على الصغة السبغية بجوج نجمع على الصغة السبغية هذا هو الأساس لكي نحافظه على الجسم البشري ثم تعرض الخليتين معا إلى انقسامات اختزالية يعني نختازل عدد الكروموزام أو عدد السبغيات نتقل من خلية تنائية الصغة السبغية إلى خلية أحدية الصغة السبغية سوف نعرف القسام الاختزالي فهو انقسام كيعطيني أربعة ديال الحيوانات المنوية أربعة ديال الخالعية اللي كيتحول فيما بعد فلافاز ديال ديفيرانسياشون الحيوانات المنوية فلافاز ديال الحيوانات المنوية فلافاز ديال ديفيرانسياشون حيوانات المنوية فلافاز ديال دائرية الشكل وغير متحركة تحول خلايا عندها واحد ديل ورأس على هذا الشكل ستحرك ووصل الوصف فلافاز ديال متميزة عن الخلية العادية الاسpermatogينيز سو ديروله في ثلاثة أساسية الاسpermatogوني سلل جرمينال سوش ديبلويد يعني سوش ديبلويد والميوز أو القيسام خطيزالي سلل جرمينال سوش ديبلويد والإنسام خطيزالي يترمي بيويد وأنهم بيويدون سوش ديبلويد هي دمكتصر الاسpermatيز المرحيل التي تتمر مرمانها الاسpermatوجينيز ثم نتحدث في ثلاثة أخرى يترجم من أقل Loفاء التي تتمر مرحلة الظلجية بيانسور كما تتعرفون بالتالي أن الاشيوانات المنوية تتحكي بشكل كمستمر وكما تتحكي بشكل كمستمر لكن الاستمرارية هي غير تنظيم للإفراز والإنتاج الحيوية كيف يتم تنظيم هذا التنظيم؟ سنلاحظوا بأن الجهاز يتم تحكم فيه عن طريق الدماغ ما يسمى الكمبليكس إيبوتالاموس إيبوفيزار هذا هو الكمبليكس إيبوتالاموس إيبوتالاموس إيبوفيزار هو الكمبليكس إيبوتالاموس 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 إيبوتالام المثال تبيعينمكن إخدام جداً تستخدم اي او الوضع المسالة ثم تبيوترها على ما هي المثالة كذلك هذا المثال يتحبونها باستخدام جيدة يتقومون بمجرد الأجزاء امامي و خلفي مرتبطة بشكل طيبات جيد مع هذا الابطالاموس دور لحفظ إيبو فيز سيكرت بشعور ملكال دوز أرمان سونيكتب والتستيكول يتحرق تحت تحضير مهما ما ما يسمى بلغونة ستملين أو مناشيطات المنسيل. ليه يه FSH فوليكو ستملين أغمان أو أغمان فوليكو ستملانت. لا LH ليه يه أغمان لتينيزانت. داخر؟ كلهم بججهم يه يه مناشيطات المنسيل. لغول دي لبوتالميس دور ديالويتاء فا هو إفراز كن نبل جنرح. اللي هو غونادو تخوفين غولة روليشن هورمون. دونك هو إبارة عن هورمون يتمو إفرازوهو من طرف الويتاء يتمو بتنظيم عمل لغود دنو خاميا. دونك كيفش كيكون هاد العمل ديال لزوغمان ديال لإبوفيز. دونك لإبوفيز سيكرة دوزوغمان أجسس sur لتوستيكو لا LH ولا FSH. سيذورمان هورمون يصنقنهي عن غونادوستائيين أو غونادوتروفي. اللي هو غونادو săممن إفرازوهو من طرف الويتاء. يؤثر علي من طرف الويتاء إسرائي تؤثر على هورمون إيبوفيزيخ يقوم بشكل غير مباشير على إنتاج الحيوانات المنوية إيبوفيزيخ يتحكم في عمل الغدان الخامية فشكية جنرح يتحكم أفراز جنرح يتحكم أفراز موالي يتحكم أفراز جنرح كل 90 دقيقة يتحكم أفراز جنرح بشكل نباضي أو ميساما بشكل إيقاعي Les sécrétions de LH et de testostérone sont également pulsatiles avec des pics de sécrétion qui sont légèrement décalés dans le temps par rapport aux pics de GNRH Donc bien sûr بما أننا إفرازي لجنرح فهو نباضي فكذلك LH أو FSH سيكون نباضي لأن الجنرح وليك يتحكم فيهم ce qui montre qu'il y a une relation de causité entre les 3 sécrétions Les puls de GNRH entraînent du puls de LH qui entraînent du puls de testostérone إذن إفرازي GNRH يؤدي إلى رفع إفراز LH أو بتالي رفع إفراز testostérone إذن إلا قسببيا بين هات لساديا الإفرازات d'accord d'accord أو تركيز de testostérone في الدم في حالة تركيز معين يجب أن توقف الإفراز حتى يتم استهلاك de testostérone عاد من جديد يتم الإنتاج نحن أعرف أن التostérone ليس غير هرمون جنسي وإنما تدور فهو مهم جدا السميل يقوم بتنشيط ديالغان يعني كيقوم بتنشيط ديالها يقوم كده بتنشيط العمل السكونابين اللينوغون أو الخلايا العصبية كي يعون الجسم في حرق الدهن دونك عندو عمل جد مهم على مستوى الجسم دونك فقط لا يقتصر على الدور تنسلي دونك كيف يتم هاد العمل دونك هاد الخلاصة هاد فهي جد مهمة داكو دونك ديز إكسperience من تركول la testostérone إكسرس ون پرمانانس أن نف مضي غاتور ستور لكس إيبوطالام وإيبوفيز دونك رغم أن الإفراز تستوسترون يتحكم في جن إرأش إلا تستوسترون يعني واحد تركيز معين في الدم فكيعطي رد سلبي المركب الوطاء الغد النخامي وبتالي يتم متوقف عن الإفراز دونك سو ميكانيز مديزين سولون دو فيدباك نيغاتيف مو يسمى برد فعل سلبي رتو نيغاتيف أو رتو أكسي نيغاتيف أسر أسر إن ستابل تدو سيكرس دو تستو سورون وبتالي كن لدي واحد تنظيم واحد استقرار في إفراز تستو سورون تت أس دو تستو سورون برد أس 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 تدو لفرينج سور لأس إبوطالاميس أو بفزار مينك تزيد عندي تركيز دو سورون في الدم كي تدع إلى فرينج كبح عمل المركب دي الوط الغد نوخاميا ويسو ينبس دو لأس دو جون دو سورون ويسو مو سورون أس دو سورون وبتالي تنمو يعني كبح إفراز GNRH وبتالي كبح إفراز الهو فش وبتالي يتمو تعني إفراز ديال التوستيران En revanche la baisse de taux de التوستيران par rapport aux valeurs de référence provoque une levée de l'inhibition sur l'axe hypothyramis أو فزير donc il se produit alors une augmentation de la production de gondostimuline ce qui stimule le gesticule et augment sa production et sa sécrétion de التوستيران normalement un l'axe qui a l'axe ينشط إفراز GnRH ينشط إفراز FSH و LH يرفع إفراز توستوستيرون وهكذا يتم تنظيم العملية للتوالد عند الرجل وهي إفراز هورمون توستوستيرون وإنتاج الحيوانات المنوية لتسيكل إجزارس وحيوانات المنوية أفاكي في سللو سلولي لسولة الصورة الرِّ هي جدا كتابة ورة العمانة الأولى نيبين اشارت صورة ريترو-حنة نغطيف على ريتر كنتامة وراتف تشويات لفش لفش الكتابة لسولة الابرادة مقابل ربطة النغطير لداخل لسولة الزوجة نغطوف لسهرية أشتيمة نغطينات تجل توجد الأشتابة لحنة المناؤنة لقم العمقارة لفشف لفشيات المناؤنة تبطة الواء حيوانات المنوية من اللي تكون انتاج جيلها يفوق المعتاد وهكذا يتم تنظيم كذلك انتاج حيوانات المنوية نشكركم على تدبع ديالكم نشوفكم في الدرس الثاني وهو تنظيم عملية التوالد عند المرأة شكرا على تدبع ديالكم وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله